ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الثامنة عشر للمجلس في دورة الإعقادة الثاني من الفصل التشريعي السادس وبدأت الجلسة أعمالها بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم تسعة عشر لسنة الفين وست بشأن تنظيم سوق العمل وأكد مقرر اللجنة سعادة الدكتور علي أحمد الحداد أن الاقتراح بقانون يهدف إلى الحد من الزيادة المستمرة في تكلفة استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة الوزير بوضع حد أقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم بحسب كل جنسية ووضع حظر مطلق على مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أي مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد عن الحد الأقصى المحدد من قبل هيئة تنظيم سوق العمل مضحا أن الاقتراح بقانون يتضمن سد فراغ تشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم والتخفيف عن كاهل المواطن الذي يرغب في استقدام خادم للمنزل وبعد تداول وجهات النظر وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس قرر المجلس الموافقة على إعادة التقرير إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة ترجمة نانسي قنقر